لاحظوا أيها الإخوة من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيماناً واحتساباً إذا رأى الناس يصومون صام كما يصومون وأفطر معهم كما يفطرون وتسحر معهم كما يتسحرون لكنه من غير نية واحتساب صيام مكفر للذنوب ومذهب للخطايا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه لاحظوا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيماناً واحتساباً إذا رأى الناس يصومون صام كما يصومون وأفطر معهم كما يفطرون وتسحر معهم كما يتسحرون لكنه من غير نية واحتساب لا بد من العبد أن يعقد النية أن يكون صيامه تقرباً إلى الله وابتغاءاً بما عند الله عز وجل من الثواب والجزاء العظيم وإيماناً بالله عز وجل وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر هذا الثواب العظيم لمن احتسب ونوى النية الصالحة وامتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما يصوم الصالحون فإن الله عز وجل يغفر له كل ما تقدم من ذنوبه فالله جعل هذه الأعمال الصالحة تكفيراً للسيئات كما أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فكذلك الصيام المبرور من صام إيماناً واحتساباً لما عند الله من الأجر وإيماناً بفرضية هذا الصيام وأن الله أوجبه على عباده فإن الله عز وجل يجعله غفراناً لما تقدم من الذنوب